نتائج أولية موجعة لحزب المحافظين في انتخابات مجالس البلديات بعد خسارته المقعد النيابي الشاغر الوحيد عن جنوب بلاكبول بأكثر من 26% من الأصوات حزب العمال الذي استعاد المقعد البرلماني وصفه بفوز مزلزل مدينة بلاكبول ترسل رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء لأن هذا تصويت برلماني والناخبون يقولون لرشيسونك سئمنا من تراجعك وفوضاك ونريد التغيير نتائج غير مفاجئة لمحافظين المطالعين جيدا على استطلاعات الرأي المؤشرة لخسارة وإن احتفظوا بإدارة بعض البلدية المهمة كان من المخيب للأمال أن يفقد عضاء المحافظون وضعفهم في عملهم الجاد في البلديات من أجل خدمة الحكومة المحلية والحفاظ على ضرائب منخفضة وتقديم الخدمات للسكان المحليين أداء حزب المحافظين يتجه للأسوأ مقابل عودة قوية للعمال تحت قيادة سارمر وفق التوقعات مع استمرار فرز وعد الأصوات بالتأكيد قد حان الوقت للتغيير لكن المشكلة ليس هناك بديل حقيقي غير العمال ليس لدي أي ثقة في السياسة والوضع مزرن وأشعر أن العديد من الناس تخلوا عن جميع الأحزاب الانتخابات المحلية والفرعية كانت الامتحانة الكبيرة لكل الأحزاب ومعارك زعيم المحافظين لن تبقى حصراً مع المعارضة وإنما عينه على التيار اليمني داخل حزبه الذي يحاول الإطاحة به قبل الانتخابات العامة مصطفى زارو العربية لندن ترجمة نانسي قنقر